دعا البابا فرانسيس في عظاته بمناسبة عيد الفصح إلى نشر السلام في الأرض المقدسة بعد يومين من مقتل 16 فلسطينيا على الحدود مع غزة وأطلق البابا منشدته خلال عظاته التي تحمل عنوان إلى المدينة والعالم من الشرفة الرئيسة بكاتدرائية القديس بوتروس لألاف الأشخاص في الساحة المزينية بالورود أو المزينة بالورود كما حث في الوقت ذاته على نهاية للمذبحة في سوريا والسماح بدخول إمدادات الإغاثة للمدنيين